اشتركوا في القناة والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطهرين الخيرين الفاضلين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها ولا تزروا وازرة وزر أخرى صدق الله العلي العظيم القرآن والأحاديث النبوية وأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين دائما وأبدا تريد أن تنقل مجتمع من الأفكار السلبية ومن كل إعوجاج تريد للجسم الإنساني والجسم الإيماني بالخصوص أن يعيش الصحة والمعافاة من جميع الأمراض التي إذا عصفت في المجتمع إذا عشعشت في المجتمع إذا أخذت حيزها وتغلغلت في النفوس وفي سلوك الناس فإنها تخلق مجتمعا منحرفا مجتمعا لا يعيش المعافاة الاجتماعية بصورتها التي يريدها الله سبحانه وتعالى وتريدها الإنسانية هناك كثير من الأفكار المغلوطة والتي يرتكبها كثير من الناس بقصد أو بدون قصد بوعي أو بدون وعي أن هذا الأمر المفروض أن لا ترتكبه أن لا تستخدمه أن لا تمشي في هذا الطريق لكن نحن في كثير من الأمور عندنا مجاملة عندنا قضية أنه المحسوبية وقضية هذا من جانبنا هذا يخصنا هذا من جماعتنا هذا المفروض أنه أنا حتى لو ارتكبت محذور شرعي لكن علي أن أجامله علي أن أساعده علي أن أسير معه في طريق معين الله سبحانه وتعالى يقول لا أيها الإنسان هناك محاذير هناك حدود لكل شيء واحد من العلماء قال أنا مستعد أن أمشي مع صديقي مع حبيبي مع الذي أوده مع الذي يعنيني إلى باب جهنم لكن أن أدخل جهنم من أجله فلا أن تدخل جهنم لا هذه القضية قضية شنو خلود في النار أو خلود في الجنة القضية ليس قضية والله هذا صديقي وأنا المفروض أشهد مثلا لا سامح الله شهادة الزور أو أدافع عنه وهو غارق في الباطل أو أثير في حوائجه وهذه الحوائج فيها ضرر على الناس هذه القضية قضية خطيرة جدا لأن تخلق شنو مجتمع يعيش المنفع لذاته وليس المنفع لكل الناس بالتالي أن هذا المجتمع لا يصنع مستقبل تعيش فيه الإنسانية بإنسانيتها وإنما تعيش بانتفاعيتها بقدر ما أنا منتفع من فلان بقدر ما فلان منتفع من عندي بقدر هذه القضية فأنا أمشي بأموري ومع الأسف مع الأسف يعني مجتمعاتنا وخاصة المجتمعات الإسلامية ممكن الآن المجتمعات الغربية باعتبار احتكينا فيها وشفنا وضعيتها أن هذه المجتمعات الغربية شوف في قضية السلوك العملي بالنسبة إلى المضار الاجتماعية أن لا أقصد أنه بعض الانحرافات أو شيء لكن أقصد في المعاملات التي تخص مثلاً الأفراد شوف أنها قطعت أشواط كثيرة أفضل من المسلمين طبعاً لا تخلو الأرض هناك مجموعة من الناس طبعاً يعملون لكن تعرف أن هذه المجموعة من الناس عند المسلمين عندما يعملون بهذه المبادئ يصبحون في المجتمع عملة نادرة حقيقة اثنين يصبحون في بعض الأحيان يتجنبهم الناس أن يجلس معهم وهذه المفروض أن الناس تلتصق بهكذا موازين بهكذا قضايا لا شوف المجتمع لا يقول هذا يعيش المثاليات أو هذا يعيش التدين يعني زيادة وكأنما التدين فيه زيادة أو نقصان التدين تدين والتدين سلوك بالدرجة الأولى أنا لما أكون متدين يعني سلوكي في الدرجة الأولى يجرم ننفع للمجتمع وليس ضرر للمجتمع المجتمعات الغربية أو المجتمعات الشرقية الآن مثلا التي تعتنق المادية وتحتنق البوذية شوف في هذا التعامل أفضل من واقع المسلمين بكثير من الأشواط ومع الأسف يعني مجتمعنا المفروض يحتاج لصحوة يحتاج لفتنبيه ووعي أنه صح أنا أحب الحزب الفلاني مثلا صح أحب الشخصية الفلانية صح أحب أحب المرجعية الفلانية صح أحب العالم الفلاني لكن ينبغي أن يكون عندي وعي أنه لا أسير خلف هذا الحزب إذا كان حقا أو باطلة هكذا تكون الأمور لا الآية القرآنية عندنا تنبه تقول الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله شنو أربابا من دون الله عبدوهم لا ما كان يزجي لا سجود لا ركوع لا فت قضية لكن كانوا يأمرونهم فيطيعونهم هذه القضية خطيرة جدا حتى بعض الأحيان إذا ماكوا وعي أو أنه يتصدى للأمور وتعتقد به أنت شيء من القداسة وهو ما عند هذا الشيء ينبغي للإنسان أن يكون هكذا أغلب الذين أضلوا الناس هم من هذه الشاكلة وأغلب الناس الذين غرقوا معهم هم نصرهم على أساس أنه هذا من جماعتنا قد يندفع الإنسان نحو ذنب أو معصية إطاع لجهة تطلب منه ذلك أو اتجاه مع رغبة من يحبه ويحترمه أنا في كثير من الأحيان والله أحب فلان إذا فلأمشي عب علي والله أنه أتراجع وأترك في ذلك الموقف هذا الموقف سيؤديك النهر جهنم هذا الموقف في ضرر على المجتمع في الدرجة الأولى وفي ضرر على نفسك في الدرجة الثانية ليش جاءت نفسك بهذه الموضوع إحنا اليوم إذا شوف اليوم أحزابنا وخاصة في العراق أو شخصياتنا في العراق طبعا قبل كان في قضية الحزب الواحد وقضية القبضة الأمنية كانت هواية من المساوئ ما نشوفها حقيقة وكنا نعيش عصر إرهاب عصر إرهاب فكري وإرهاب جسدي وإرهاب معيشي أنت محارف في كل أمورك خاصة إذا عندك ميول عائلتك الشارع اللي تسكن به على دراستك على وضعك الاقتصادي على كل الأشياء هذه الأمور تحارب به لكن الآن باعتبار هذه الانفتاحة الكبيرة وهذه الفضاء الواسع اليوم ظهر السلفيات في المجتمع العراقي وأنا أشوف ممكن كثير من الناس يتشاؤمون من هذا الواقع أنا أشوف هذا الواقع جيد ممتاز حقيقة لأنه يظهر أو يظهر أمراض المجتمع التي كانت مخفية تحت الأمن والقزوة حقيقة وإذا شفى هذا الجسد العراقي وخاصة جسد الشيعي إذا شفى بعد عشرين سنة بعد ثلاثين سنة من يوم من ألفين وثلاثة إلى يوم شفاءة أنا أقول بثلاثين سنة ممتاز حقيقة بو بخمسطعس سنة أكون ناس الآن تشائم أنه تقول خمسطعس سنة ستعس سنة ماذا رأينا أنا أقول لا هذه لا شيء حقيقة لأن المرض كان مرضا خطيرا جدا والآن يظهر والآن بشتى الوسائل المرجعية علماء أفداد مخلصين في المجتمع الآن يحاولون تقويم هذه الأمراض وإن كان المتجارف والدعاية عظيمة لإسقاط كل شيء وإرجاعه إلى الماضي هذه القضية قضية المحسوبيات وقضية أن نسير وراء الحزب الفلاني وراء الشخصية الفلانية وأدخل من وراء النار هذه قضايا المفروض تظهر في هذا المجتمع وحقيقة شوف أي جسم يعيش قبل فترة في مكان حيز معين وخاصة اللي يفهمون بالطب اللي يعرفون بالطب أفضل من عندي يعرفون أنه إذا وصل إلى مرحلة وشاف أنه هناك هواء نقي جو نقي أرض نقية في أشياء صالحة شوف الأشياء اللي بالجسد الماضي راح تظهر وين أعراضها في هذا الزمن فلذلك الإنسان قد يندفع بحكم المصلحة كما قلت أو بحكم المحبة وكثير من عندنا عندهم هذه القضية أنا أحب الحزب الفلاني أنا أحب الشخصية الفلانية أنا أحب القضية الفلانية لإمام الحسين عنده قول هذا القول جميل جدا يقول فيه النار أولى من ركوب الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول الناري إحنا هذه الكلمات المر عليها بعض الأحيان ما جاي نحللها أنت ش تقول تقول والله يتمشي لك في الطريقة أو في السلوك وتقول والله عار علي تراجع إحنا ش عندنا يقول مثلا يقول الاعتراف بالخطأ فضيلة أنت ذات كنت تمشي بطريق خاطئ من الحكمة ومن قمة الشجاعة الشجاعة ليس بالسيف والبندقية والعادية الشجاعة بعض الأحيان أن تحترف بأخطاءك وشخص قضية الساحة التي كنت تعيش بها بالتالي لما تراجع أنت شجاعة حقيقة ليس عندك انت كاسة ليس مثل ما يصورها لك الشيطان أو يصورها لك بعض العقول يقول لك أنت أنت جبان وما عشت الاندفاع ما أبقيت مصر على موقفك وهذه ترى الدنيا مواقف يدخلك الشيطان من أي ناحية يقول لك الدنيا مواقف أنت لماذا تنهزم أنت ما عندك شخصية أنا لآن عندي شخصية احترفت بخطائي أنا لآن عندي شخصية وعندي شجاعة ما مشيت وراء هذا الموقف واعتبر الآن في تشخيصي في وعي خطأ بالتالي تشوف كلما كثرت النماذج من هذه النوعية كلما كان المجتمع الآن يعيش فترة تصاعد وفترة صحة هذا اللي نحتاجه إحنا عندنا كثير من الناس كانوا مخشوشين في شخصيات مخشوشين في حزاب مخشوشين في خضايا في منهج في هذه والآن المنهج هذا يسير مو حسب قناعاتي ما بفائدة لا للمجتمع ولا للوطن ولا للدين ولا للمذهب بالتالي شا سوي أقول والله طبعا الآن ممكنني ما ألاحظ المجتمع أنا توصني أخبار في كثير من الناس كانوا يمشون في طريق والآن الآن قلبت قناعاتهم ورجعوا وصاروا في مواطن السلوك السويل بفائدة للمجتمع وما قالوا إحنا والله عشنا عشر سنين خمسطعش سنة راحة من عمارنا والمفروض ما نتراجع أبدا قالوا هذه الفترة نحن نعتبرها أيضا ما كسب ليش لأن علمتنا الإنسان يتعلم من تجارب إن شاء الله نكمل بعد هذه الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأسكى وأنمع وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علينا أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على إمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف العادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأييده بروح القدس يا رب العالمين سيدي ومولاي صاحب الزمان هذا يومك وهو يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك والفرج المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك نزيلك حيث متجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد عباد الله أوصيكم ونفسي بهذه الوصايا وبهذه الآية المباركة لأن الآية هكذا تقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تكسب نفس إلا عليها ما حد يتحمل عن الثاني شيء أي واحد يجيك يقول لك اعمل الشغلة الفلانية اعمل العمل الفلاني ارتكب الذنب الفلاني ارتكب القضية الفلانية وأنا بهذه الرقبة قل له أنت لا تحمل عني شيء نعم تحمل وزر مضاعف لكن وزري أنا أحمله ذنبي أنا أحمله موقاتي أنا أحملها لا يأتيني أحد من بين يدي ومن خلفي لا يزين لي أحد رذيله أو أمر من الأمور ويقول أنه تعال معنا ونحن نتحمل عنك قل هذه الآية تقول يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه هناك حيث تكون وجوه مسفرة ووجوه عليها هنا قل له أنا لا أسير معك ولا أسير معنا أسير مع عقلي وأسير مع ديني وأسير مع وعيي حتى أذهب إلى ذلك اليوم لأن فيها هنا دنيا فيها مزارق دنيا فيها فتن دنيا فيها كثير من الأمور التي تحرف الإنسان عن دينه وعن مذهبه وعن طريقته وبالتالي أنا أريد أن أصل إلى حيث النجاة إلى تلك الدار التي ليس فيها علم وليس فيها وجع وليس فيها ندامه دار وسعها كوسع السماوات والأرض أعدت للذين يتقون للذين يعملون للذين يسيرون وفق وعيهم وفق بصيرتهم وفق دينهم ومثحبهم الحق لا يأخذهم كل ناعق بكلمة من هنا وبكلمة من هناك وإذا بهيت قل له يا صاحب الفكر الفلاني يا صاحب الحزب الفلاني يا صاحب الطريقة الفلانية لك دينك ولي دين لك طريقتك ولي طريقتي أنت لا تحمل عني شيء وأنا لا أحمل عنك شيء لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني هذه القضية يجب أن تكون ماثلة فقضية لا تكسب كل نفس إلا عليها شي سير علي كل شي تكتسب بإيدك بالجوارح الخمسة بالعين بالإذن باللسان باليد بالقدم معها هذا كله يسجل في صحيفة عملك هناك كل إنسان أنزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه وهناك الكلمة يقول هذه الحركة وهذه الباصرة وهذا اللفظ ما هذا الكتاب لا يغادر صغير ولا كبير إلا أحصاها لا تكون الحسرة والندام أنه لماذا سمعت له فلان لماذا قال لي فلان كلمات معسولة غرني بها وقال أنا أتحمل فلان تتحمل مني شي قال لا لكل امرئ يومئذ شأن أنا لا أتحمل من عندك إذا أبوك ما يتحمل من عندك شي وإذا أمك ما تتحمل من عندك شي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هذه القضية العاية القرآنية يجب أن تكون دستورا للإنسان المؤمن ولا تكسب نفس إلا ولا تزر وازرة هذه القضية قضية ينبغي أن تفعل في المجتمع حتى نأخذ در من أدران المجتمع ونرميه خارجا يعم أمشي كما يقول هذا العالم أمشي معك إلى باب الجهنم لكن لا أدخل جهنم من أجلك يعني من أجل ارتكاب هذه القضية من أجل فلان وفلان أختم بهذه القضية واحد من علمائنا الأفذاذ وكان في إيران هذا الرجل دعاه أحد الميسورين من التجار إلى وليمة لما جاء الوليمة أكلوا وشربوا وقام ليخسل يديه هذا العالم فلحقه صاحب الوليمة لحقه صاحب العزيمة يقول لما ذهب قال سيدنا أريدك أن توقع على هذه العريضة قال عريضة شنو قال أريد أن تؤيد القضية الفلانية معي عند فلان البلحكومة يعني عازم على شنو عازم على موت هذه القضية أنه سيد فلان باحتبار وجاها فالمسؤول الحكومي راح يعرف أنه فيمشيها له حق باطل الإمام عليه سلام الله عليه يقول وطارق طرقنا بملفوفة بالليل جاء واحد جايب لحلوياته جاي الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا يا هدية قال لا يا هدية أنت عندك حكم باتر وعندك قضية باتر يا أنت جاي تخاتلني عن ديني يقول أمير المؤمنين هذه القضية ديفت بسم أفعة شايف بسم أفعة بس الناس ما تشوفها مع بالهم والله صاحب المركز صاحب السلطة المدير المادري شنو يجيبوا له فد هدايا هذه الهدية شنو وراها شنو وراها مصيبة باتر يدمن عندك شي ولا أطاك هدية تقول روح وقعد بيتك كما يقول الرسول يقول مال جالس في بيته والناس تهدي له شي ما حد يهدي له يقول له قال له هذا السيد قال له يعني أنت عزمتنا أنا موت هذه القضية قال له اتظر لي بس خليني قبل لا أوقع أروح للحمام للمرافق قال له استفرغ هذا السم الذي أكلته على مائدتك السم اللي أكلته يعني يعتبر هذا الضعام والشراب ولذيذ طبعا عند الناس لكن بما أن غايته شنو غايته شيطانية غايته لانت زعفة قضية من القضايا قال له روح استفرغ وبعدين تعال وبالتالي طلع السيد ما وقع له هذه العريضة العريضة بيها شنو بيها ذهاب دينه أبو در يقول له واحد من خدم معاوية عبيد معاوية لما راح نفول الشام قال له يا أبا ذر هذه 300 درهم أو دينار من معاوية هدية إلك قال له ما أقبلها قال له ليش ما تقبلها قال له أول شيء إذا كانت من عطائي من بيت المسلمين فالما الفرد ما يضطي لينه هالعطاء وإذا كانت من عطائي فأنا يقول عن هذا قال له أنا ما تأخذ قال له لا ما أخذ أبدا قال له يا أبا ذر شوف هناك وناس أقولهم بسيطة يا أبا ذر خذها فإن فيها عطقي لأن معاوية قال لي إذا أخذها من عندك أبو ذر فأنت حرا لوجه الله قال له خذها فإن فيها عطقي قال ولكن فيها رقي أنا لما أخذها من المعاوية أنا أصير مع عبد المعاوية أنت تطلع من هذه الصفحة وأنا أتخذ بهذه الصفحة إذن ولا تزر وازرة وزرة أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعيش هذه الآية ونطبقها في سلوكنا وفي اجتماعياتنا وفي تعاملنا وأن يكون مجتمعنا خال من هذه الآفات التي يحذرنا منها القرآن نسأل الله تعالى أن يوفق شبابنا وعوائلنا إلى ما يحب ويرضى نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى نسأله بمنه وكرمه وبمحمد وآل محمد أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر